نتابع مع مجلس النواب واليوم أنا كنت في اجتماع مع لجنة العمل في مجلس النواب لبحث موضوع زيادة الإعانة الشهرية المشمولين بالحماية الاجتماعية زين أنت الآن تركز على زيادة الإعانة الشهرية إيجا قد الرقم يصير؟ الراتب إيجا قد يزيد؟ يعني الآن الراتب أستاذ عدنان أستاذ نجم عفوا الآن الراتب للفرد 125 للفرد الرجل و175 للفرد المرأة وكلما زادت العائلة فرد آخر يزود الراتب 50 ألف يعني العائلة التي يعيلها رجل إذا معها طفل سير 175 إذا تعيلها امرأة معها طفل سير 225 وصولا إلى الحد الأعلى هو أربعة أشخاص أربعة فما فوق إذا العائلة تعيلها امرأة سير 325 وإذا العائلة يعيلها رجل سير 275 ألف شهرياً زين أنت مقتنع هذا الرقم يعيش عائلة إذا ما عنده بيت وعنده مريض وبيسكر لا طبعاً وبيضغط شلون يعني أنت هاي المرحلة راح تخلص وياك مثل ما خلصت قبل غيرك هذا شلون يغيش بالـ 125 أنا هذا السؤال يبحيرني شلون يغيش ويغيش شريف لذلك نحن نطالب صحيح لذلك نعم أستاذ نجمي لذلك نحن وضعنا في الموازنة التي قدمتها الوزارة طالبنا بزيادة 22% على الراتب حتى تتناسب مع التضخم الحاصل في السوق وحتى تكون يعني هي بالنتيجة لسد الرمق ولعيش الكفاف في الحقيقة باعتبارها تشمل فيها كل العوائل الذين هم دون خط الفقر الـ 175 توصل المواطن كفرد للعيش عند مستوى حد الكفاف يعني معدل 6 ألاف دينار يومياً توصل هذا معالي الوزير لحد الكفاف يتريق هي وضعت قبل 2014 هذا الرقم وضعت قبل 2014 لذلك في عام 2014 قانون الحمال الاجتماعي رقم 11 عدل الراتب لكن الآن لم يتنفذ فقرات هذا القانون في الموازنات التي جاءت بعد 2014 وإلى اليوم لذلك حديثنا مع مجلس النواب هو حول التركيز على هذه الفقرة وزيادة الراتب بما يتناسب بما يتوافق مع القانون المقر والمصوت عليه في نجلس النواب موسيقى 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 شكرا